انتهت لجنة تطوير مهنة الصيدلة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر من حصر 200 مقترح تقدم بها الصيادلة خلال ثلاثة أشهر عبر بوابة التواصل والإبداع وأوضح البدر أن 45% من المقترحات تطالب بتطوير النظم واللوائح والسياسات و 13% منها لتطوير الممارسات والخدمات الصيدلانية فضلا عن 15% منها لتطوير وتدريب القوى العاملة كاشفا عن تبني 48% من هذه الاقتراحات ضمن خطة اللجنة لتحويلها إلى مجموعة من المشاريع بدأت تنفيذها فعليا قبل فترة وجيزة